يبدو ان سامسونج بتجهز مفاجأة ضخمة مجنونة بطريقة مش معقولة بهاتف قدش كنت المتوقع مواصفات بس هادي المواصفات اللي تسربت صراحة فاجأتني وصدمتني هاتف رح يزمك فعليا خلينا نشوف تسريبات الجالكسي اس 20 مش 20 العادي ولا البلس الالترا السلام عليكم اصدقائي انا سيزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز اهلا وسهلا بالجميع انا كنت بدي اعمل عن تسريبات الجالكسي اس 20 ولكن في تسريبات صارت كثيرة عن الجهاز اللي هو الالترا اس 20 الالترا لازم اعمل فيديو بما اني ان شاء الله رح اذهب الى مؤتمر سامسونج واغطيه لايف من امريكا ان شاء الله فحبيت احكي عن الموضوع قبل اسافر باذنه تعالى واول لقطة بيت احكي لكم اذا لاحظت انه موعد مؤتمر سامسونج 11-2-2020 فبعض الناس فسروا هذا الموضوع اللي هو اس 11-2-S20 من 11 الى 20 اللي هو 2 فهمتوا على ايش هو الفكرة فممكن شغلة ثانية اللوغو اللي بعتونا وشوفناه فيه مربعين مربع مائل مربع عادي المربع العادي مش محطوط فيه حرف على اغلب حيارض مربع الكاميرات اللي في الاس 20 اما المربع المائل يعتقد انه هيعبر عن الفولدبل ممكن نشوف الجالكسي زي فولد في المؤتمر يا رب ان شاء الله فما بدأين خلاني نحن عن تسريبات الالترا شو بيقدم هذا الجهاز هذا الجهاز عنده تركيز سيكون عالي جدا جدا على تقديم تجربة كاميرا مفيش زيها بالسوق اشي منافس جدا اشي قوي جدا عندنا اربع كاميرات بالاغلب سيكونوا في الخلف بس الكاميرا الاساسية ستكون 108 ميجا بيكسل هتحكي لي نفس كاميرا شاومي هحكي لك انه سامزوك هي اللي طورت هذا الحساس هو نفس الحساس ولكن كيف سيشتغل السوفت وير اعتقد سيكون لدينا تجربة مختلفة تماما ففيه لدينا 180 ميجا بيكسل بفتحة F1.7 بحساس 1 على 1.33% انش على الاغلب هاي الكاميرا رح تاخد صورة تسعة بيكسل هتضمهم مع بعض وطلعنا بيكسل واحد بما معناه انه تسعة صور بصورة واحدة مثلا فالتجربة او النتيجة بدأت تكون صورة عالية الجودة هاي اول نقطة النقطة الثاني ليه جديدة يعني بصراحة مذهلة موضوع الزوم دائما منشوف كاميرا زوم 8 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل بتعمل زوم كذا وكذا الكاميرا اللي حتيجع الالترا هتكون 48 ميجا بيكسل هاي كاميرا الزوم مش 8 ميجا بيكسل هاي الكاميرا رح تملك حساس كبير رح تحتوي على Optical Image Stabilization ورح تعطينا 10x زوم حقيقي لحالها وبعض التسريبات حكيت انه فيه عندنا كمان سيكون فيه تكبير رقمي مش حقيقي رقمي مش لخمسين اكس لميت اكس ما رح حكيش كتير عن هذا الموضوع غير لم اشوف بعيني لانه انا جربت اشي خمسين اكس وما عجبني فليش بدي يعجبني لميت اكس ما بعرف بدنا نشوف سامسونج شو ممكن تقدم بالميت اكس هل حتقدم اشي حقيقي انه الناس ممكن تستفيد بانه ولا لا الكاميرا الثالثة حتكون 12 ميجا بيكسل هي الالترا وايد ورح تدعم بسموها الستيدي فيديو رح تدعم تصوير فيديو بثبابات قوي جدا اما الكاميرا الرابعة هتكون التي او اف اللي هي كاميرا العزل كاميرا القياس البعد او العم اما الجديد في الموضوع واللي ما كنا نسمع فيه وحنشوفه ممكن لأول مرة بسامسونج انه يصور فيديو ثمانية كي هتحكي لي شو ممكن تستفيد من ثمانية كي احكي لك انه التصوير حيكون عالي الجودة فلو حولت الثمانية كي اللي صورتها لأربعة كي هتوخد فيديو عالي الجودة فعليا نحكي عن الكاميرا الامامية شوي لانها مش كاميرا امامية عنا حيكون كاميرتين امامية ولكن المذهل في الموضوع والجديد في الموضوع انه الكاميرتين الاماميتين حيكونوا اربعين ميجا بيكسل كل واحد تخيل حجم الداة اللي هتوخدها لما تصور صورة سيلفي هتقدر تصور اكيد فيديو 4K كالعادي من سامسونج فتخيل كمية المعلومات وكمية التفاصيل اللي ممكن نشوفها بالفيديو وبالصورة انا بصراحة كثير متحمس لهذا الموضوع هاي كانت بعض التسريبات عن الكاميرا هل انتهى الموضوع خلص خلصنا هيك؟ بحكي لك لا لانه في عندنا الشاشة الشاشة هتكون دايناميك امولد احنا بنعرف انه سامسونج متميزة بالشاشات فهنوخد شاشة خرافية ولكن بدك تضيف شغلة على هاي الشاشة ستكون 6.9 انش وهذا اكبر شاشة يعني التابلت تقريبا ممكن يشوفها بالجهاز الشغلة الثانية بدك تضيفها على هاي الشاشة معدل التحديد على هاي الشاشة سيكون 120 هرتز وهذا اشي جديد على سامسونج ولكن في نقطة لازم اوضحة انه التسريبات اتحكت انه 120 هرتز ستكون على الفل اتش دي والشاشة هاي ستكون تدعم الـ QHD يعني دقة عالية ولكن ما رح تأخذ 120 هرتز على دقة عالية ستأخذها بس على فل اتش دي وانا بالنسبة لي ما عنديش مشاكل في هذا الموضوع لان فل اتش دي اصلا اردي ممتاز جدا خلص هي؟ لا مش خلص الشاشة رح تكون تعطيك 505 بيكسل لكل انج ومش بس هيك رح تكون في حماية كوننج وليلا جلاس 6 ايضا مش بس هيك في عينة HDR10 بلص وهيك من خلصنا التسريبات واتبقى عني ان شاء الله عجبتكم لا لسه ما خلصنا لسه في كمان تسريبات اخرى بس هاي اكيد ان شاء الله انه موضوع المعالج اكيد حيكون اما سناب دراجون 865 او الاكزينس 990 وكلاهما رائع انا حاب اجرب مرة في حياتي لسناب دراجون على السامسونج مرة واحدة وبرضه موضوع البطارية رح نشوف يمكن نشوف بطارية 5000 ميلي امبير مع شحن سريع 45 واط ايضا رح نشوف سماعات دول سبيكرز مع دعم لدولبي اتموس يعني الصوت سيكون ممتاز بالاضافة انه هاي اول مرة سنشوف من سامسونج 16 جيجا بايت رام وهذا رقم صراحة خرافي يعني انت بتحكي بطل تليفون بتحكي عن لابتوب قوي جدا اذا بتحبوا تتابعوني في دغطيتي في امريكا لهذا اليفنت الكبير بتكتبعيني على انستجرام ان شاء الله لحتى اغطي يوميا والحدث اول باول يعطيكم الف عافية اتمنوا استفدتم من هذا الفيديو بشوفكم في الفيديو القادم الى اللقاء